أترككم الآن مشاهدين الكرام مع تقرير عن ضبط حاوية قادمة من إحدى الدول العربية تحتوي على أكثر من خمسة ملايين قرص كيبتاجون مخدر بميناء دمياط البحري نتابع التقرير في ختم هذه الجولة الإخبارية نخرج بعده إلى فاصل قصير وبعد الفاصل نبدأ أولى فقراتنا الحورية في حلقة الليلة ابقوا دائما معنا المكان هو ميناء دمياط البحري تتوجه مأمورية من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات صوب هدف محدد مسبقا حاوية تابعة لأحد التوكلات الملاحية قادمة من دولة عربية لصالح إحدى الشركات بلجيزة تحوي خلافا لمشمولها المستندي من الأرفف كميات كبيرة من أقراص الكيبتاجون المخدر وإمعانا في إخفاء هذه الأقراص حتى لا تعثر عليها الأجهزة الأمنية أعد المهربون مخابئ وتجاوف سرية داخل القوائم المعدنية عبئت فيها أقراص الكيبتاجون لتيسير دخولها البلاد عبر الميناء ولأن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كانت لديها المعلومات الكافية التي دعمتها بتحريات مسبقة لخط سير الشحنة نجحت في ضبطها بالتنصيق مع الأمن العام والأمن الوطني وبداخل القوائم المعدنية التي تم تفتشها عثر على خمسة ملايين وسلاسمائة وخمسة وسبعين ألف كرس مخدر لعقار الكيبتاجون الإدارة استهدفت عناصر التشكيل الخمسة المسؤولين عن جلب هذه الشحنة بينهم سلاسة يحملون جنسية عربية مقيمين بالقاهرة وتمكنت من ضبط أربعة منهم سلاسة كانوا يستقلون سيارتين بمدينة العاشر من رمضان وبحوزتهم أقراص كبتاجون ومبلغ مالية بينما الرابع تم ضبطه بالإسكندرية وبحوزتهم أكثر من سلاسة عشر ألف جنيها وأقروا جميعا بجلب هذه الشحنة المضبوطة لحسابهم مشاركة مع المتهم الهارب لتروجها داخل البلاد لتؤكد هذه القضية من جديد مدى الرقابة الحاكمة والفاعلة على المنافذ الشرعية للبلاد لمنع جلب المخدرات من خلالها ما يؤدي إلى حماية المواطنين والشباب بصفة خاصة من الوقوع في براثن الإدمان